أقول أن المرتزقة والعملاء تتسع دائرة الجريمة والتحريض فتضيق معها دائرة الحرية تبدو الصورة هنا معبرة عن واقع الصحافة في اليمن أصبح الصحفيون على رأس قائمة المستهدفين ناهيك عن ظروف الحرب ذاتها واقع أسود يحيط بالمشتغلين في مجال الإعلام في اليمن قتل الصحفيين قابل والعزري بضربات التحالف وضعتهم الميليشيا كدروع بشرية في مخازن أسلحة معرضة للاستهداف فيما قضى محمد عبدها العبسي مسموما وقتل محمد اليمني قنصا وقتل مصويرون آخرون في قصف للميليشيا بتعز وقتل آخر بقصف للتحالف وآخرون قتلتهم جماعات مسلحة آخر التكارير الحقوقية والصادرة مطلع يوليو الماضي عن نقابة الصحفيين اليمنيين كشف عن مقتل واحد وعشرين صحفيا منذ بدء الانقلاب فيما ثمانية عشر صحفيا لا يزال مصيرهم مجهولا في سجون الميليشيات انتهاكات كثيرة منها حالة قتل واختطاف واعتقال واعتداءات جسدية وتعذيب في السجون ومحاكمات غير قانونية منها حكم الاعدام الذي صدر بحق الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي وانتهاكات أخرى كالترهيب والفصل من الوظائف العامة والملاحقات واحتلال المقار الإعلامية ومصادرة ممتلكاتها تكارير دولية تقول إن اليمن إحدى البلدان التي تشكل بيئة خطرة على العمل الإعلامي وشواهد استهداف الصحفيين غير قليلة منذ الانقلاب يقول صحفيون إن زملائهم يعملون في مناطق المواجهات بدون أدوات الحماية الصحفية اللازمة وهذا ما يجعلهم عرضة للمخاطر والإصابات القاتلة فيما ترتفع مطالبات بتزويد جميع الصحفيين والمراسلين والمصورين في خطوط المواجهات بأدوات السلامة المهنية والعمل على حماية الصحفيين وتدريبهم على آليات الحماية أثناء التغطيات الميدانية خصوصا مع استمرار حملات التحريض ضد الإعلاميين وتنامي موجة العنف ضد كل ما له علاقة بالعمل الصحفي موسيقى موسيقى